الأمارات بطولة السوبر إن شاء الله سيكون في أبو أوظبي إن شاء الله يوم 28 الأهلي والزمالك ومباراة مهمة ومباراة طبعا ينتظرها جمهير النادي الأهلي والزمالك ونشوف ننتظر بداية الموسم بالنسبة للفريتين وأول ماتش للفريتين في الموسم ده. آه هي طبعا بطولة بطولة السنة الفاتت أو السوبر السنة الفاتت لكن طبعا بطولة مهمة للفريتين إن شاء الله كنا نشوف مباراة جيدة ومباراة طبعا نستمتع بها من حيث الأداء وحيث النتيجة طبعا أيا كان مين هيكسب فكرة اللاعب الأجنبي أو الفرود اللي ممكن يكون النادي الأهلي محتاجه ما زال طبعا النادي الأهلي بيبحث على فرود كان فيه مارسينو طبعا اللاعب البرازيل اللي كان موجود فيه الدور الياباني ولكن في الوقت الحالي خلاص يناير هو الصفقة اللي هتكون فيها فرود قوي للنادي الأهلي وبيبحث من الآن النادي الأهلي على هذه الصفقة السوبر من حيث القوة من خلال لعب قوي لعب مميز ومركز الرأس الحرب هو الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وبالتالي طبعا ما زال طبعا مارسينو موجود وإن كان طبعا فيه بعض الأمور المادية النادي الأهلي ما وصلش ليه حل مع نادي كوزاكي الياباني هنشوف الأيام القادمة برضو بالنسبة للصفقة السوبر بالنسبة للنادي الأهلي بديل عالم معلول في الوقت اللي هيكون فيه معلول في كأس العالم مين هو هيكون مين الحلول موجودة عند كولر من خلال لعبين موجودين زي رقفة خليل أيمن أشرف دول اتنين لعيبة اللي متواجدين في الوقت الحالي لكولر عشان يبقى موجود مكان إن شاء الله عالم معلول فيه أيضا محمد أشرف طبعا موجودين هنشوف الأيام برضو القادمة في كأس العالم مين اللي هيكون جاهز خصوصا إن الكولر عايز في وقت ماتش السوبر نادي المنتخب الأوليمبي عنده مباراة العودة أعتقد يوم 30 30 أكتوبر مع أسواتيني عنده يوم 23 أكتوبر مباراة الزهاب ومباراة العودة هتكون يوم 30 إن شاء الله أكتوبر وبالتالي هيكون يعني كولر الطالب من الجهاز أو المجهاز الإداري بالنسبة للنادي الآن يطلب من المنتخب الأوليمبي عدم موجود رقفة خليل في المباراة التانية عشان يسافر معاه إلى الإمارات عشان يبقى موجود من قائمة النادي الأهلي في بطوء ماتش السوبر أمام نادي الزمال وبالتالي رقفة خليل هو الأقرب لوجوده مع كبديل لعلي معلول هو وقايمان أشرف طبعا ومحمد أشرف هم الثلاثة دول الأقرب في الفترة القادمة طيب أيضا بالنسبة لموقف الشحات شحات مختافة تماما عن المشاركة مع النادي الأهلي في الماتشين اللي فاتوا برضو فيه استفسار من اللعب من عدم مشاركته بشكل أساسي وإن كان طبعا لسه بدري على الاستفسار ده لسه موسم طويل من الكلام ماتشين ولسه ما ابتداش الدوري الممتاز لسه يبتد إن شاء الله بداية من يوم الأربع بمباراة النادي الأهلي مع نادي الإسماعيلي والتالي لسه الموسم طويل لكن بيستفسر طبعا حسين الشحات اللي ما بيلعبش هنشوف برضو بالنسبة لموقف حسين الشحات السنة دي هيكون عامل زي نتمنى إن شاء الله المميزة والمهمة لكن إيه اللي بيحصل في وقت ملعوات بالنسبة حسين الشحات صدفته أمور صعبة جدا عمليات حصلت ممكن في وقت ملعب طبيعي يبعد عن مستوى لكن إن شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي حسين الشحات أيضا الممتش اللي فات كان محمد شريف يعني فيه كذا فرصة ضاعت كده بشكل ممكن ما يكونش الناس متعودة على محمد شريف إن هو يضيعها وبالتالي دور المدير الفني بقى في الوقت ده إن هو يقعد معه اللعب ويبتدي يتكلم معاه إيه الأخطاء الليه ما حطهاش بالشكل الصحيح ويبقى فيه جزء أيضا تدريب يعني جزء شفوي وعدات وجلسات وجزء تدريبي على المرأة يبحث الكولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون جمع أكبر عدد من المعلومات عن فريق الإسماعيلي قبل المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدور المصري في ظل غموض فريق الدرويش ويعاني كولر من غموض فريق الإسماعيلي بعد التدعمات الكثيرة التي قام بها الجهاز الفني في الانتقالات الصيفية الأخيرة والتغيرات التي حدثت في قائمة الدرويش بخلاف عدم معرفة طريق لعب الأسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأسفل ويحاول كولر مع معاوني جمع أكبر قدر من المعلومات من خلال مشاهدة مباراة سابقة للإسماعيلي وجمع المعلومات اللازمة عن طريقة لعب جاريدو مع الفريق مع الفرق التي قام بتدريبها بخلاف جمع معلومات عن اللاعبين الجدد من أجل فك غموض الدرويش قبل موقع الأربعاء المقبل ويبحث كولر جمع أكبر قدر من المعلومات عن الإسماعيلي قبل وضع الخطة التي سيخوض بها المباراة الافتتاحية بالدولي ومعرفة الطريقة التي ينوي تطبيقها لاختراك صفوف الدرويش وتحقيق الهدف المنشود وهو حصد أول ثلاث نقاط في ضربة بداية الدولي واخد فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي مرانو الرئيسي على ملعب عبد الرحمن النوس باستاذ الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لملاقات الأهلي في كمة الجولة الافتتاحية على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ببطولة الدولي الممتاز المرانو اجتمل على مجموعة من الخطط الفنية والتي تستهدف الوصول لمرمى المنافس من أكثر الطرق كما تم منح اللعبين مجموعة من التعليمات للحد من خطورة الفريق المنافس وحرس الأسباني جاريدو المدير الفاني للفريق على إيقاف المران أكثر من مرة بهدف إصلاح عدد من الأخطاء على صعيد التحرك أو التمركز بجانب تدريبات بدنية تحت إشراف مخاطط الأحمال سعيا لرفع المعدلات البدنية للعبين في حين أدى حراس المرمى تدريبات على سبل التعامل مع التزيدات والقرات العرضية تحت إشراف مدربه مسعودي إسامة الحمدان واقترب عمار حمدي لعب وسط الأهل من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية نهاية شهر أكتوبر الجاري بعدما أنهى برنامجه التأهيل للتعافي من الإصابة بقاطع في الروباط الصليبي للركبة وخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل حاليا ويواصل عمار حمدي أداء تدريبات بدنية عبارة عن الجاري حول الملعب وتدريبات بالكرة وداخل صالة الجيم وفي انتظار إشارة الجهاز الطبي بالأهل من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية وأصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الآلي تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة وذلك في إطار التسعداد لمواجهة الإسماعيل في بداية منافسات الدولة المبتاز واجتمع مرسل كولر المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأمس للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة وحرص الجهاز الفني على التأكيد اللاعبين خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة وأهميتها في انطلاق مشوار الفريق بالدورة المنتاز وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران قبل أن يكون كولر اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمه مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين وقاد ميشيل ينكن سلاسي حراس المرمى بالفريق محمد الشناء وعلى لطفة مصطفة شبير في تدريبات متنوعة شهدت جانب فنية مكسفة لسلاسي حراس المرمى وفاز الآلي على اتحاد المنستير التونسي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جامعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب الأهل والسلام واستعاد الآلي لمواجهات فريق الإسماعيل والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدور المصر الممتاز للموسم الجديد واستقرر سويسر مارسل كولور المدير الفني للنادي الآلي على الدفع بالجنوب إفريقيا بيرسي تاو صانع علعاب الفريق بشكل تجدريجي في مباراة الدوري بعد تعافيه من الإصابة وشارك بيرسي تاو في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برناوجة وتهيلي خلال الفترة الماضية وانتظم تاو في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية ويستعد الآلي لمواجهة فريق الإسماعيل إلى أربعاء المقبل وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيل بقادة جاريدو إقامة معسكرة مغلاقا للفريق اليوم الاثنين بمقر النادي استعدادا لانطلاق المسابقة المحلية ويرغب جاريدو وجهاز المعاوم في إقامة المعسكرة مبكرا لزادة تركيز لدى اللاعبين بالإضافة إلى إبعادهم عن أي مؤشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية ومن المعروف أن الإسماعيلي يستهل المشوار والمحلية بمواجهات الأهلي مساء الأربعاء المقبل على الساد برج العرب الإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ترجمة نانسي قنقر